طيب كمان التحاد الدولي لكرة القدم بيعلن حسب المصادر السعودية انه قرعة بطولة كاس العالم للاندية اللي حيشارك فيها الاهل ان شاء الله هذا العام في السعودية القرعة هتتعمل في جدة 12 سبتمبر القادم والبطولة هتتلعب في الفترة من 12 ل 22 ديسمبر المباراة هتتلعب في مدينة جدة يمكن الاصلاحات اللي هتتعمل في ملعب الجوهرة المشاعة بعد كده هتخلي الجوهرة المشاعة في جدة هيستضيف خمس مباراة فقط وملعب الامير عبدالله الفيصل حيستضيف باقي المباراة في مباراتين بعد كده في عبدالله الفيصل ومحاولات جدة بتبزل حاليا لإقامة جميع المباراة على ملعب الجوهرة المشاعة في حال قدرة الملعب على استيعاب هذه المباراة تعرفين انه البطولة حيشارك فيها مع الاهل الاهل كبطل افريقيا هيلعب اتحاد جدة بطل الدور السعودي اللي حيستهل البطولة مباراة مع اوكلاند سيتي النيوزلندي وبيشارك مانشستر سيتي الانجليزي بطل اوروبا وقراوة ريد دايمونز الياباني بطل اسيا وكلاب ليون المكسيكي بطل الكونكا كاف اوكلاند سيتي النيوزلندي بطل الاوكيانوس وحيتبقى فقط بطل امريكا الجنوبية اللي ما تحددش لغاية دلوقت هيتم تحديد الفائز من كوبر البرتادوس يوم 4 نوفمبر المقبل علشان يكتمل عقد الفرق المشاركة في الفترة من 12 ل 22 ديسمبر ان شاء الله بطولة قوية جدا جدا لان بطل اسيا الاتحاد لا بطل اسيا الفريق الياباني الفريق الياباني اتعاد المصديف ممثل البلد المصديف لكن الاتحاد جدا انا شايفه حتى من شكل الاداء في البطولة العربية ما زال هو صحب اخو اداء من الفرق السعودية حتى الان لا مش داخلي هذر البطل اليابان دائما في غموض وهم دول اصحاب المفاجآت يعني بتبقى لازم تشيل هم بطل اسيا ده كلوب ليوني المكسيكي ما عرفش حاجة عنه لكن اوكلان سيتي طبعا احنا عرفه كويس وعرفنا كويس بطل امريكا الجنوبية بقى هو بطل امريكا الجنوبية في كل احوال يعني ده بطل اوروبا جدا تمام ده يمكن كلام مهم جدا عشان كده البطولة على خريطة الاهتمام الرئيسي للنادي الاهل اشتركوا في القناة